اشتركوا في القناة بسلك العسكري وبيصير يعني بمجال الحزف والتلحين والتوزيع واصدارات كمانة موسيقية دينية صحيح تحية لقلي كل المستمعين والمشاهدين الكرام لا شك انه الله يعطي مواهب للانسان والانسان لازم اكيد يقدر هالمواهب ويشتغل عليها وينميها وهذا اللي صار معي برحلة حياتي هلأ اكيد انت مات لسلك والامن الداخلي عن كل قناة لانه فت على المدرسة الحربية عام 1983 كانت الحرب اللبنانية بيأوجه يعني كان فيه مصير بلد وبهالعمر بعمر 18-19 بيكونوا متحمسين الشباب وبيحسوا حالهم بيقدروا يغيروا العالم وبيقدروا يحسنوا العالم وبالتالي كانت دعوتي وبصر على دعوتي لانه يلي بيفوتوا على المدرسة الحربية او بيفوتوا على السلك العسكري مثلا بفرنسا عاملين احصائيات على سنوات عديدة بفرنسا بيلاقوا انه 98% من المنتسبين للشرطة بفرنسا بيفوتوا مش عن دعوة او عن مبادئ عالية وسامية ووطنية بيفوتوا كرمال يعتاشوا كرمال لا يتوظفوا ويكون في عندهم معاش ويقدروا يبنوا عائلة و2% لقناعاتهم الوطنية اذا بدنا نقول الحمد لله انا من 2% في حال هالستاتيستيك بتنطبق على لبنان بعتبر حالي انا من 2% لانه قبل ما فتت كنت عم معمول عمدرس طب تركت وفتت على المدرسة الحربية لانه فتت لاخدهم وطني بها المسيرة الطويلة لفترة 37 سنة بكل امن الداخل ادت قصتي للوطن وخدمت من كل قلبي وبكل ضمير وبكل اخلاص وتعرضت لتجارب كتير صعبة ما بيقدر الانسان يتكل على حاله فقط بالتجارب الصعبة حكما بدو يتكل على ربه ويلي بيتكل على ربه بيكون مؤمن بيتجاوز كل هالتجارب في تجارب بتفوق طاقت الانسان بس يستنجد بالله ويروح القدوس ويستنجد بالايمان يلي هو بيكون تابعه بالفعل بيلاقي النقوطه بتتضعف وبيلاقي حاله انه بيقدر يتجاوز كل هالتجارب فاذن يلي وجهني على الموسيقى الدينية اذا بدنا نقوله على الترانين هو شغفي وحبي انه اعمل توازن ما بين تجاربه وحياة العسكرية الصعبة والقاسية يلي هي بتطلب مجهود كبير وارادة كبيرة وقدر التحمل ومخاطرات وإلى آخره البالنس كان التوازن بالحياة الروحية يلي كل إنسان بحاجة لأله الحياة الروحية كل واحد بيلاقيه بالدين يلي هو بينتميله وخلق فيه والليل يلي بيغيره انا ما غيرت دلت على ايماني المسيحي يلي اخدته من اهلي واللي اخدته من مدارسي الكاتوليكية اللي درست فيهن وهالشي ريحني جدا وعطاني التوازن اللي قلت لك عنه جنرال لهون قدي بحياتك بقوى الامن يعني بالسلك العسكري بقوى الامن الداخلي قدي كنت فعلا شاهد لإيمانك ولمسيحيتك يعني اليوم نحن حبينا هيك من باب الشهادة المسيحية وبأسبوع الشعنين وفيتين على أسبوع ألام قديش كان التزامك معاش فعلا صحيح بالفعل كنت ملتزم وهذه بفورميولة كتير بسيطة بنصح كل واحد يطبقه يعني كل كل أرار كنت بدي أخده أو كل تجربة كنت اتعرض له أو كل حادث كان يصير معي كل خيار كنت بدي أخده وليح حالة إنه لا محتار وفي صعوبة ويا ما في صعوبات بسلك العسكري بهالمسيرة الطويلة كنت أقول إنه أوكي أنا يمكن ما عم معرف أخد القرار الصحيح بس أنا بقول لو كان يسوع المسيح محلي كيف كان بتصرف لو كان القديس الفلاني محلي كيف كان بتصرف وهيك دغري كان يجي الجواب لأنه يسوع بعلمنا دايما نكون مثاليين نكون محبين نكون متسامحين نكون متعاطفين نتفهم لآخرين وهيدي هالكاركتير يلي كان عندي بقوى الأمن يلي بيعرفوا كل يلي خدموا معي وكل الرؤساء يلي أنا خدمت معهم بيعرفوا إنه في عندي طابع إنساني كان كنت أحترم كتير الإنسان حالة شي بنا نعمله حالة مهمة كنت تفكر إنه أنا محلها العسكرية فيني أتحمل هالمشاقات اللي أنا عم معطيوهم أوامر لينفزوها بحط حالي محلون وبعرف ساعتها لشو القرار الصحيح وبعرف شو لازم يطلب منه نودياش لازم يطلب منه فإذا دايما إذا واحد بياخد ريفرانس التعاليم السموية السامية بيلاقي حاله إنه مرتاح وبلاقي حاله إنه ضميره بيكون مرتاح بيعرف حاله عم يتصرف بشكل صحيح يعني بيكون عادل اليوم منحكي عن العدالة ولا عدالة لأن عم نعيش بحالة ملنا كتير مريحة على الإنسان وقداش في ظلم وقداش في إشحاف بحقوق الناس اليوم ما كان مسؤولية وإذا بدنا نفكر بالإنسان بحد ذاته وحضرتك تركز على الإنسانية وعلى الالتفاتة صوب الآخر تحط حالك محلو نحن كيف بدنا هيك يكون عنا مرجعية فعلا صحيح هلأ يعني عم تسألين وبالتحديد عم تسألين كيف بمسيرتي بالحياة العسكرية قدرت طبقت العدالة نعم لا شك نحن بالسلك العسكري في عنا قوانين بترعى عملنا في عنا القوانين والتنظيمات الداخلية والتعليمات الداخلية مفروض على كل زابط وخاصة بس يوصل للمراكز الايادية العالية انه يكون مطلع عليهم وندرسهم ونحافظهم هيدا الروبير طبعا نحن كمسلكيات وكوظيفة وكشغل وخاصة بالحق للقضائي لانه بكل الأمن اختصاصنا واسع جدا نشتغل الضبطة العدلية ونشتغل الضبطة الادارية الضبطة العدلية هو التحقيقات بكل الجريم الهمة والاجراءات اللي بناخدها والضبطة الادارية هي كمان المجال الاداري اللي هو بيحكي عن المخالفات وبعض الجناع كل شيء بيختص بامور البلديات وتطبيق الأوانين المدنيين بقى هالمروحة الواسعة بتخلي الزابط قوى الأمن يكون أكيد مثقف وتيقدر يكون عادي اللي بده يطبق الأوانين ويطبق التعليمات هاي دي من ناحية الإنسان هلأ من ناحية الروحانيات إذا بدنا نقول والضمير الحي اللي مفروض يكون عند كل المسؤول مش بس عند الزباط وعند العناصر عند كل المسؤول وخاصة هاي دي هالزروف الصعبة اللي نحنا عم نمرق فيها هلأ يا ما يديش نحنا بحاجة لمسؤولين يكون في عندهم الضمير المهني تيقدروا يطبقوا العدالة اللي نحنا عم نحكي معه عم نحكي عنه صحيح الآنون التعليمات والضمير يلي يلي منتربع عليه بباتنا ومنتربع عليه بمدرستنا وبكنيستنا أو بالأماكن الأخرى إذا فيه مؤمنين آخرين من غير ديانات هذا بيعطينا كمان ربار مهم لنكون عادلين والعدل أساس الملك كمان من أهم مشروط نجاح القائد أو السياسي أو المسؤول يكون عادل وبالتالي ساعتها كل تصرفاته بتكون مقبولة من الناس اللي بيكونوا عم يشتغلوا معهم صادفش مرة بأمر من القيادة عدم امتسال أو ما كان مناسب بالنسبة لألك لضميرك لالتزامك نعم هذا سؤال مهم ومحرج لا شك أنه بكل دول العالم مش بس بلبنان بيتعرض المسؤول وخاصة بالمراكز العالية بيتعرض حتى بالمراكز الوسطى والمراكز القليلة سبحان الله مبارح كنت عم علم بالجامعة أنا بعلم إدارة أعمال بأدت جامعات كنت عم محكي عن تلميزي عن تصنيف المدرأ في عنا الطب مانجرز يلي بياخدوا العرارات في عنا الميدل مانجرز يلي هني بين اللو مانجرز بحالة لفل اللي احنا منكون فيه بالإيادة في عنا منتعرض لتجارب لناخد عرارات نكون فيها عادلة أو مش عادلة أوقات كتير بحياتنا بكل دول العالم وفي لبنان خاصة بدول العالم المتطورة أقل من لبنان بس موجودة بيجي أوامر وتعليمات أو في ظروف معينة بتجبر المسؤول أنه خالف القانون بعض الأحيان نعم ويشتغل عغير عن قناعاته بحكي عن حالة نعم أنا في بعض الأحيان كنت خالف القوانين بس بس ولا مرة خلافت القانون إلا لخدمة الإنسان نعم بقدر أعطي أمثلة مثلا إذا القانون بيقول أنه ممنوع ممنوع أنه يكون في عمار معين بمنطقة معينة وفي عائلة كتير فقيرة وأنا متأكد أنها هي كتير فقيرة ومتأكد أنه الشيء اللي عم تعمله هو مؤقت طيب إذا أنا شوية سمحت بأنه خرقت القانون بيقول لا ممنوع بس أنا عملت عمل خرقت فيه شوية القانون وأنا تحملت مسؤولية إنما لخدمة الإنسان حون بتسامح بها القضية شرط أنه ما يكون في منفعة من وراء العمل الإنساني اللي أنا عملته ولي خلفت القانون كرماله هذا فيما خصني أنا نعم أما فيما خص سؤالك إنه إذا أجاني أوامر من الأعلى من سلطة عالية غير قانونية كيف بتصرف عندي الجرحة يعني ما بتكون منيسبة لقناعاتك يعني بقناعاتك أنت معارض ميل أغلبية الأحيان برفض تنفيذ الأوامر بلاياء أو بسلاسة وبتهزيب وبربطها بالقوانين إنه أنا ما بقدر نفذ هذا الأمر لأنه هذا الأمر غير قانوني خلاص بساعتها بيعرف السلطة بتعرف إنه لا ما لازم نضغط عليه أما بعض الأحيان في شيء منسمي ريزون ديتا أوقات لأسباب عالي جدا بيضطر المسؤول إنه ينفذ إشياء حتى لو هو مش مؤتنع فيها بعطي مثل تدر مثلا المزاهرات الأخيرة يلي صارت بالشارع من بعد 2019 المتظاهرين عم ينزلوا وعم يطالبوا بحقوقهم عم يطالبوا بأمور معهم حق يطالبوا فيها أنا كنت قائد واحدة الكوات السيارة مثلا بآخر بآخر مركز استلمتوا الفهود قائد واحدة الكوات السيارة يعني نحنا يلي كين مطلوب مننا ننزل نحفظ الأمن والنظام بوجه المتظاهرين يلي هني أوقات بيخلفوا الأونين وبدون يفوتوا على أماكن ممنوع أنه يفوتوا عليها وإدارات وإلى آخر طيب كنا نو كانوا عسكرية يوقفوا وأنا المسؤول عنهم يلي بدي أعطيهم الأوامر آآ لقي أنه هؤدي هالمواطنين عم يطالبوا بحقوقهم وحقوقنا حتى نحنا نعم العسكر نعم واللي عم يطالبوا فيه معهم حق فيه بس أنا معي أوامر عليا بتقلي أنه لازم أنا أحفظ الأمن والنظام ومنعهم يتجاوزوا هالنقطة لأنه بفوتوا على مؤسسة بيكسروا أو بيخربوا أو الآخر هادي هالدليمة صعبة جدا عند القائد كيف بده يوازم ما بين تطبيق الأوامر يلي ما تطلق إلا حتى لو مش مقتنع فيها وما بين أنه لا ما ينفز الأوامر ويسمح بأنه يصير شغله ومقتنع أنه لازم أنه يتصير هايدي كتير صعبة هالتجار وهون كمان لازم المسؤول يلتج ويطلب مساعدة ربه ليشوف كيف بده يطلع منها التجربة الآسية نعم طن نفوت بالموهبة ونحكي فعلا عن هالتوجه صوب التلحين والتلحين والترانيم الدينية كيف كيف فتت بهذا المجال واليوم شو عم بتقدم ما هي إصداريتك نعم فإذا بها الحياة الصعبة اللي قلت لك عنها والتجارب الصعبة كنت اتوجه دائما للصلاة ولأن اتردد على الكنيس والموسيقى المرنمة خاصة الكاتوليكية والمارونية الموسيقى القديمة الشرقية يلي درستها بالكونسيرفاتوار ويلي كنا كل يوم كمان بس نفوت الكنيسين رنمهم نعم النغمات الشرقية القديمة مثل نغمة البيات نغمة الرصد نغمة الحجاز الحجاز كار السيقة وإلى آخره هادي 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 ترانيم تقليدي اتنيك بصقافة الكاتوليك اللبنانيين الموارني إذا بدنا نقول ويلي بلشون مارفريم السرياني هادي رائعين بقربونا أكتر يعني الترانيم بالكنيسة هدفها أنه تهيئ الروح وتهيئ الإنسان وتهيئ الدماغ الإنسان أنه يقبل الكلمة يلي عم يسمعها يلي هي كلام المؤدس كلام من الكتاب المؤدس أو الخوري شو عم يقلنا وإلى آخره هذا المجال شدني كتير ولقيت حالي أنه بالفعل هون المكان يلي بيريحني نفسيا وبيريحني روحيا وبيعطيني التوازن وبيجع بيخليني انفض عني كل الغبرة وكل السترس يلي أنا عم بياخده من حياة العسكرية ومن الحياة الصعبة يلي دائما من معيشة باللبنان لأنه في عنا دائما تغييرات جزرية باللبنان ما بيقدر واحد يعمل استراتيجي أو يتأكد من المستقبل يلي هو ناطره لأنه دائما في عنا مشاكل قلت يلا تخليني أنا لكان هالموهب يلي عندي إياها وهالدراسات اللي عملتها الموسيقية استثمرها بهالمكان المقدس الحلو يلي هو بالكنيس وبالتراني وهك بلشت وقلفت فرقة موسيقية صغيرة بعدين فرقة موسيقية كبيرة وصرنا نقدم رسيطالات وجبنا أجهزة صوت وصرنا كل شي نقدمه مجانا لكل الكنيس بلبنان عبر هالرسيطالات يلي كنا نقدمون بالمناسبات العديدة وأهمهم الأربع منسابات يلي هو عيد الميلاد عيد الفصح يلي هلأ جين نعم في عندي عدة رسيطالات رح أقدمون وعيد الصليب وعيد السيدة عيد العذرة يلي ما في ضايع بالبنان اللي ما فيها كنيسة للعذرة بقى عشرات وعشرات الضيعة يعني مقدم أكتر من مئة وخمسين تقريبا مئتين رسيطال بمسيرة عشرين ثلاثين سنة هلأ الحلو بالموضوع أنه بالحياة العسكرية يعني بقانون القضاء العسكرية بيمنع أنه ظابيط يطلع بالعلن ويعزف ويرنم ويغنم ناصلا إذا بيحيل لمحل عام بيحيل لمسرحيات مهرجانات ممنوع كيف خرقت يعني كيف كنت قدر عمل هارسيطال كيف كنت قدر تعامل هايدي الحمد لله أنه أنا بقول أنه ربنا ساعد و بمؤسسة هي مؤسسة كتير بتتعاطى بالشأن العام وتتعاطى مع المدنيين ومع الناس يعني كل شغلنا نحنا تطبيق الأوانين ومراقبة في عندها فرقة موسيقية كمان يعني مزبوط مزبوط هلا الفرقة الموسيقية بيقوى الأمن تعذف فقط أناشيد عسكرية ونفس الشي بالجيش وبكل دول العالم في عندنا فرق موسيقية بس اللي أنا عم محكي عنه هو ترانيم ديني كيف ترانيم دينية وبلبنان المتعدد التواقف تعرفي بالإدارات ممنوع واحدة نحنا بالحياة العسكرية ممنوع نحط أي شعائر دينية بتدل شو طيفتنا أو شو ديننا نعم بقى الحمد لله أنه كان فيه انفتاح بالمسؤولين عن قوى الأمن الداخلي يلي هنه المدراء العامين المتكررين ويلي هنه من غير مش مسيحيين من غير دين انفتاحهم وفكرهم الحلو وتسامحهم وقبول الرأي الآخر لا يقول أنه لا هذه الموهبة وهالتقديمات اللي أنا عم أعملها وهالموسيقى اللي عم أعملها بأماكن بالكنيس ما عم مبغي الربح من وراها ما عم مبغي أنه أنا أخذ أي مقابل مادة أو أي أجار وإلى آخره لا أنا ولا كل الموسيقين اللي معي لبل حتى عدت أجهزة الصوت اللي منجيبها كمان كلها تقديمة لقوا أنه في تجرد في ما في مصلحة مادية وبالإضافة لأنه بالأنظمة اللبنانية بالنظام اللبناني ما ما حدا أنه ما فينا نمنح حدا يمارس دينه وهذه ميزة لبنان الحمد لله نشكر الله على هالنعمة يعني اللي عايشين فيها اليوم على أمل نرجع ننهض بالوطن بشكل أفضل صوتك جميل يعني عندك الصوت الجميل وهذه الموهبة نعمة من عند ربنا سخرتها لا تمجيد لا تمجيد الله اليوم فينا نسمع منك شيء قبل ما نختم نحن وياك ما قدرنا نفوض إلية موسيقية يعني تأخرنا لنقدر نجيب من كين أورج ولا كيتار فينا نسمع شيء بصوتك فيتين على أسبوع ألام يعني نحن من بعد هلأ أسبوع الشعنين بدنا ندخل بأسبوع الألام إذا منسمع شيء مولا وصغير نختم نحن وياك أنا معود دايما أني أعزف وغني السبب أنه الموسيقى هي بتعطي الحرية أكتر وبتعطي نغمات بتساعد المغني المرنم أنه يسلطين وأنه يعطي أفضل ما عنده بقى هيدا سؤال هلأ شواء محرج يعني مش محضر شيء بلا أيدات موسيقية إذا ما مش قادر ما في مشكلة بس نحن هيك بدنا نشكرك على حضورك معنا حضور مميز واليوم هيك قيمة منقدر نكون عم من خلال وجودك معنا وحتى وجودك بكل هذه الاحتفالات الدينية أو رسيطالات اللي عم تقدمها عم تخلي الناس تصلي قد يكون في تجاوب من قبل المؤمنين لما تكون حضرتك موجود وهيدا بشهادة نختم فيها صحيح إيه مثل ما ذكرت أنه الترانيم اللي بتصير بالكنيس مش هدفها الاحتفالات والبسط أو متل ما بيصير بالمرابع الليلية والآخرية هدفها أنه هالفن الراقي ويساعد المؤمن ليفوت بالجو الروحي هي بتهيئ الإنسان ليسمع الكلمة ولا يسمع البشارة ولا يسمع الكلام المؤدس والتوجهات الخورية اللي بيمصي لربنا واللي بيكون عم يقدم الإديس آآ مثلا أحد العلماء والإديسين المسيحيين بيقول من رنم يكونوا قد صلى مرتين آآ نسيت اسمه للإديس كان عايش بالقرن الرابع بالجزائر بشمال أفرية بشمال أفرية وآآ راح اسمه مش مشكلة بيقول 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 أنه الترنيم هو صلى مرتين بشارط يكون نابع من القلب ويكون صادي آآ الترنيم بالكنيس هي قيمة مضافة للإديس هيدا برأيي آآ وإلا ما كانت الكنيسة وما كانوا المسؤولين عن الكنيس بيدخلوا هال آآ فن الراقي يلي بيساعد آآ إنه يطهر الروح وهي الروح لإنه تفوت بآآ ترانس لا يفهم خالقه الإنسان أكتر إن شاء الله كلنا منقدر نوع على هالحقيقة ونعرف كيف نجتهز كل التجارب دايما متكلين على عينات الله وتدبير وبحياتنا وبهذا الإيمان السابت جوية كل إنسان مننا أنا بدي أشكرك العميد المتقاعد دكتور فؤاد حميد الخوري على حضورك معنا هالحضور المميز اليوم يعني بمسيرتك بإيمانك بشاهدتك الإيمانية قدوة ومثال لأكتار مننا شكرا من جديد لحضورك